ماذا قدّم مجلس الأمة من قوانين تخدم البطالة أبو سالم مع الأسف وأنت شايل هذا اللواء على فكرة يعني هذا مفضل ربي أنا مهتم في القضية هذه من سنوات وهذا مفضل ربي مع الأسف ما صدرت تشريعات تحقق الغرض لكن كان هناك جلسات لهذه القضية كان هناك دعوات وتوصيات واجتماعات ورجان برلمانية بغرض الضغط حتى لما تراقب الميزانيات في مجلس الأمة دائماً الخمسين نائب أو معظمهم يكون تركيزه في مجلسانيات أن هذه أموال الكويت يجب أن يستفيد منها الشعب الكويتي نحن في قاية الخجل أن يكون في كويتي عاطل عن عمل في ظل وجود عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من السادة يعني الوافدين للبلد أشقاء أو أصدقاء ونحن نرحب فيهم لكن الجهاز الرسمي لازم يتكوت الداخلية الدفاع مؤسسة الدولة هذا كافي لنا يحل المشكلة سألتني سؤال وأجيبك جواب هل أصدر المجلس شيء يذكر بهذا الجانب؟ مع كل الأسف لا ما حصل؟ ما الأسف؟ عدنا موجود تنسيق عندنا حالة من الصحة عندنا جلسة بين من؟ هو شيء ما في تنسيق ما في تنسيق بينهم اذا لنسبت نسيق بينهم